كلام مهم من الكلام اللي تقل في التقرير ده طالب وشكر زملائنا اللي عملوا التقرير ده بس كمان احنا لازم نقول ان فيه جوز كبير في التقرير رمى كل حاجة على حاجات خارجية المشكلة الازمة الاقتصادية السوشيال ميديا بس اهم كلام كان بيتكلم عننا احنا بيتكلم بيقول ايه افتقاد حس الصداقة والحوار وافتقاد الحوار خرص الزواجي في الحقيقة يا سادة ده دليل على عدم العافية الزواجية ان احنا ما عندناش حالة من حالات السمود الزواجي فالخرص الزواجي ده بيحسسنا ان احنا فيه مشكلة فيه التواصل وكأن التواصل ده اصبح عندنا عبء فالخرص الزواجي عرض بيحصل للناس مش لازم يكون بسبب مرور مدة كبيرة عليهم في الجواز فيحصل لهم بسبب الملل السبب الملل ده احد الاسباب في الخرص الزواجي بس مش لازم يكون الملل نفسه ممكن يكون الاتصال نفسه اصبح عبء فمش معناها عدم موجود تواصل خالص مش معناه كده الخرس الزواجي مش معناه والذي كان اسميته مرض الاتصال الزواجي اللي هو ايه ان الاتصال الزواجي فيه وباء فيه حالة من حالات عدم العفية فيه مرض في الاتصال الزواجي الناس ما بتفهمش بعض الناس بتبتعد عن التواصل مع بعض وعشان كده مش معناه الخرس الزواجي او مرض الاتصال الزواجي ان يحصل ايه ان الزوين ما بيكونش بيتكلموا مع بعض لا ممكن يتكلموا بس هم مش قادرين يقيموا حوار الفطرة مناسبة عشان يعرضوا أفكارهم يجي أول واحد يتكلم يقول أصلي أنا أيوة هتبتدي ممكن أوضح لك يبقى هي كده هتبتدي تنتقدني وهتبقى في مشكلة ويبقى ما عندهم مش وقت ممكن يتحوه عشان يتحوروا مع بعض أو يتناقشوا وممكن يكون بينهم متواصل بس بشكل جزئي بس هم مش قادرين يقيموا حوار بشكل دائم يخلي حياتهم أسهل وعشان كده افتقاد حس الحوار والحديث بيخلي حوار الناس يوصل إلى طريق مسدود ويبقى هم محتاجين أن هم يبتعدوا عن بعض وما يتكلموش عشان يقدر كل واحد فيهم يحتفظ بشوية التقل لفطلة كتير من الناس بيعتبروا أن الخرس الزواجي ده ارتكاب أخف الضررين ليه؟ عشان أنا كده شوية التقل اللي عندي يا دوبك نقدر نعيش بيهم مع بعض من غير ما نتكلم ويه نهدر تقتن وممكن يكون الخرس الزواجي ده في كل حاجة ما بيكلموش مع بعض خالص فيكون عبارة عن صمت وكمان ما يضطروش للكلام أو الحوار اللي هيجيب بعد كده أمور بتخلي الأشياء صعبة عليهم ويتواصلوا مع بعض في أضيق الحدود مثلا النهاردة هنعمل إيه أكل النهاردة مين اللي هيودي الأولاد المدرسة مين اللي هيجيب الأولاد من النادي كل الكلام ده بس هو في القطار ده ما حدش يفتكر أنه ده فبعض الأزواج يتنخدعوا ويفتكروا أنهم ما بينشوا خرس زواجي لا لو احنا بنتكلم في أضيق الحدود احنا مش اتنين سكنين مع بعض في سكن جامعي احنا أزواج فيه كل يوم فيه حاجة جديدة لازم نعملها مع بعض فالخارة الزواجي ممكن يكون بشكل كمان اختياري وممكن يكون بشكل اضطراري شكل اختياري يعني إيه أنا مش عايز مشاكل وشكل اضطراري أنا مش قادر تواصل مش قادر أتكلم وممكن يكون بشكل إشاري فالشكل الاختياري مثلا ممكن يكون إزاي بشكل انتقامي أو عقابي أنا مش هتكلم عشان تعرف إن الله حق فمش هكلمك وامتنع عن الكلام حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الظاهرة دي وكأنها رصد حتى ممكن يكون الخرس ده أن محدش يذكر الشخص عارف من الخرس الزواجي أو في الطريق الخرس الزواجي أن أنت تتجنب أن أنت تذكر اسم حبيبك اسم شرك حياتك في حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساختة إذا قلت لا رب إبراهيم كنت عني ساختة وإذا قلت لا رب محمد كنت عني راضية فالسيدة عائشة تقول ليه والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله إذن ده فيه هجر بس يبتوجر اسمه بس ولذلك لازم أن نلتفت بشكل واضح جدا أن بعض الأحيين الخرس بيكون بشكل اختياري بيعاقب فيه شريك الحياة شريك الحياة شريكه ويصمت وما يكلموهش ويخليه يقعد بالساعات وساعات الرجالة لما بيستخدموا ده ما يعرفوش حاجة مهمة قوي إنه لما يصمت ويعاقب بالخرس ده الحقيقة هو بيسلم مراته للنفس الأمارة بالسوق تسليم زي ما بيقوله كده تسليم على المفتاح فتبتدي نفسها الأمارة بالسوق تلتهم معه وفيه كمان خرس يا راغي بشكل اضطراري إنه ويبقى فيه حد بيستهلك طاقة التاني في الحوار مش قادر يكمل كل ما يقوله تروح مقاطعة كل ما يجي يتكلم تروح مقاطعة ولذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم يكون كان يوجي الصحابة والصحابة بيتكلم وبتكلم مواخد راحته في الكلام فلما يجي وأطعوه يقوله دعوة حتى ينتهي من كلامي فييجي حد هو مش قادر يتكلم أو حد بيستدفي كلام شريك حياته كل ما يعرض عليه حاجة يستهيفه بيتكلم في الكهورة بتستهيفه بتكلم في مشكلاته حتى في العمل في إيه يحصل فتستهيف ده هو يتكلم كمان هي تتكلم كمان عن الموضة أو تتكلم عن حاجة فهو يستهيف ده فليستهياف ده ولستتفاه ده بيخلي الشخص مضطر أنه ما يكملش كلام هيكمل يقول إيه أنه كل ما أقول حاجة تيجي هي تقول لي إيه يعني فيه إيه إيه اللي حصل بكل عدم تقدير وعدم امتنان وعدم مرعال المشاعر وهو نفس كلام وساعات بيكون خرس الزواجي بين الزواجين بسبب صدمة واحدة شافت حاجة من الخيانة أو شيء من هذا القبيل فما قدرتش دينها يتكلم لكن في خرس الزواجي بيبقى عامل زي الألان كده بيعمل زي الجرس كده عبارة عن إنذار إن فيه مشكلة كبيرة حصلت وواحد مش قادر يتكلم وده اللي بيسبب الخرس الزواجي من أسباب الخرس الزواجي بقى فكرة الحوار المصلحي آه إن فيه واحد عارف إن الحوار ده اللي بيننا في الآخر خالص الفلوس خالصت وأنا عايزة 3000 جنيه أو 2000 جنيه النهاردة آه فهو عارف إن ده مش حواره في الحقيقة ده وعارف إن فيه مصلحة أو هي عارفة إن هو بعد كده يقول لها والله إحنا محتاجين إن إحنا نقعد مع بعض والنهاردة يكون بيننا ليلة لطيفة فيعارف إن الحوار ده حوار مصلحي فإيه اللي حاصل فما بيقاش الإنسان محتاج إن هو يعمل ده ويبقى إيه آخرتها؟ آخرتها إنه يبقى فيه خرس زواجي وما يستمروش في الحوار المصلحي ده سواء بقى الكلام عن مصطور في البيت أو الكلام عن أي مصلحة تانية خلاص هو ما بيقاش محتاج لهذا الأهم فلما يقولها مثلا إحنا أخبرنا إن النهاردة فيها عارفة إن راحة المسألة راحة فين فيبقى الحوار مش بريء لأنه راح في الأخير خلاص إلى مصلحة نفعية مش مصلحة إنهما يعيش مع بعض في حالة من حالات الأمان وفي حالة من حالات الطمأنين لكن شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يربي السيدة عائشة على إنها تتكلم وتكلم برحلتها فتوقت تحكي حكاياتها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منها حكاية 11 إمرأة مع زوجها فيسمعهم صلى الله عليه وسلم ويسمعها بهدوق فهي تتكلم وتحس إن الرسول اللي architect حريص على إنه يسمعها فيحصل لها إيه؟ يحصل لها لأن الرجالة لما بيتكلموا مع الستات والستات لما بيتكلموا مع الرجالة بيبقى الحوار ليه غرض تاني غرض قيمي الغرض القيمي إن الراجل لما بيجي يتكلم مع زوجته هو محتاج إن هو يحس بالطبطبة وإن السيدة لما تيجي تتكلم مع زوجها هي بتحقيقها محتاجة إنها تحس بالطمأنينة بالطمأنة ساعتها الحوار الزواجي بيوصل إلى هدفه السيدة بتتكلم لإنها بتبحث في سنايا الكلام عن الأمان وتصدقوا والراجل كمان بيبحث في سنايا الكلام عن الأمان بس هو محتاج إن هو يحس إن في حد الكلام معه نزل الهموم اللي على كتافه وهي محتاجة إنها تحس إنها مؤدرة وبيحد بيرعيها ومن الحاجات اللي بتخلينا نزهد في الحوار أو واحد ما يتكلمش إنه حد يجي يقوله أنا فاهم كل اللي أنت بتكلمه وأنت مش بحتاج تتكلم ولذلك إذا كنت أنا مش بحتاج أن أتكلم فيبقى الحوار رضا تملوش لأزمة يبقى أنا أسكت واخرص يبقى إيه اللي يحصل؟ فتوصل مسألة إلى هذا الحد فالخرص بيدي فرصة لأسباب كتيرة للمشكلات الزوجية إنها تنتشر فهي بيئة خصبة لانتشار فيروسات الزواج فالخرص الزواجي بيئة مفيرسة بتخلي الست تفكر في كل الأفكار الوحشة أهم ثلاث أفكار بتفكر فيهم في الست لما يحصل خرص الزواجي إنها ملهاش أهمية عند زوجها ويبتدي بقى تعبيرات أنا حاسة إن أنا عاملة زي قطعة الأساس وحاسة إنها ما ليش لازمة فلما تسألها ليه ما بيكلمنيش ما بيعبرنيش وهو يحس إنه هو كل الحكاية بس إنه هو عبارة عن ATM فعشان كده إيه اللي حاصل؟ هو مش محتاج يتكلم هو محتاج يحط الفروسة على الترابيزة أو يحطها في مكان ومش محتاج للكلام المكان ما بيتكلمش والأساس ما بيتكلمش فالخرص الزواجي ببعض الأحيين ممكن يودي إلى الانفصال العاطفي فيبقى اتنين عايشين مع بعض ومش موجودين مع بعض كل واحد عايش في جزيرته وعشان كده لازم كل واحد فينا يعرف إنه هو لازم يتكلم مع زوجته ولازم نلحق إنه إحنا نتكلم مع بعض قبل ما نتكلم عن الخرص الزواجي لإنه على فكرة فيه طرف ثالث مستني برا إيه الطرف الثالث ده الطرف الثالث اللي بيصطاد بقى الصياد الصياد اللي هو مستعد يرمي شبكة الاحتواء البديل إنه بقى بديل للخرص الزواجي اللي بيكون فيها ده سواء كان الطرف الثالث ده رجل أو امرأ الاتنين جاهزين عشان يصطادوا الناس دي وعشان ما نقعش بفخ الاحتواء البديل ده لازم نسيبنا من الطرف لازم نسيبنا ونتخلص من الخرص الزواجي طب نعمل إيه بقى عشان نتخلص من الخرس الزواجي إيه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بشكل واضح عشان نخرج من هذا الخرس الزواجي بشكل واضح أول حاجة لازم نرجع لعبادة الحوار ونعتبر الحوار ده عبادة ونعتبره عبادة يعني نعمله كل يوم عارف الزبط زي إيه أنا دايما بقول للناس عارفين الحوار عامل زي إيه زي النفق ينفع واحد يسيب بيته من غير فلوس ما ينفعش واحد يسيب بيته من غير حوار ينفع ستة تسيب بيتها من غير خدمة وقيام على رعاية أهل البيت اللي فيه ما ينفعش يبقى البيت ما ينفعش يكون من غير حوار عارف ليه والله الحوار اللي ما بينس وجين دول هو اللي بيدي إيمة لتعب الراكل وكتده وكسبه هو اللي بيدي له إيمة عارفين الحوار في أكتر الأحيين بيتحول هي المكافأة اللي بيتكافئ عليها الرجل في تعبه طول اليوم وبيبقى المكافأة اللي بتكافئ عليها المرأة في رعاية بيتها الحوار الحوار ده ممكن يكون مفتاح جنة الحياة الزوجية إمتى يتحول البيت إلى جنة لما ييجي حد يتكلم أحد فيحس إنه هو مش عايز يخرج من البيت مش عايز يعود مع أصحابه لأنه إيه اللي حصل حسب إنه هو عايش في هذه الحياة الرغدة السيدة خديجة تقول لحضرة النبي شوف حوار السيدة خديجة والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل للرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق إذن السيدة خديجة لما توصلت خديجة الكبرى عشان كده بقت الكبرى وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محتفظ بهذا الحوار الرائع الراقي الجميل ويحكي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل فخ وعشان كده ممكن كلمة واحدة بس نبدأ بها الحوار تفتح لنا باب جميل جدا 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 ولذلك إذا كنا بنتكلم عن عبادة الحوار آه الحوار أنا عايزة بقول كده الحوار في البيوت كالذكر في ساحات العبادة الحوار في البيت وليه كده ولأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال واللقمة ترفع إلى في زوجاتك صدق وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتكلم إن الأعون على المعروف قد يكون كمان من البر والتقو إذن الكلمات التي تتكلم بها مع زوجاتك يتحصل بها سوابا عظيما ولذلك أنت لازم تعرف أن كلمات الكلمات زي الصدقات الكلمات في الحوار مع المرأة زي الصدقات زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واللقمة ترفعها إلى في زوجاتك صدقة والكلمة ترفعها إلى أذن زوجاتك صدقة والكلمة ترفعها إلى أذن زوجك صدقة فلذلك الحوار ده ده عبادة خفية ولازم بقى العبادة دي تبقى مع عبادة تانية إيه العبادة التانية لازم نغزلها بعبادة ياه غيابها عن بيوتنا عملت نينة مشاكل كبيرة جدا إيه العبادة دي عبادة الامتنان لازم يبقى فيها عبادة اسمها عبادة الامتنان البيوت موجوعة أن أهلها حصين بالصغار كل ما كل واحد فينا بيبنتن للتاني هيحس أن الخلل اللي كان موجود فيه والصغار اللي هو حسس به لما يتقال له كلمة حلوة ولما يتقال له كلمة شكر يحس أنه هو كمان عنده حالة من حالات اللذة ويبقى فيه حاجة اسمها شاهد الحوار ويبقى ساعتها نحس أن الحوار ده مدد من ربنا الحاجة التالتة اللي احنا لازم نعملها أن احنا نفتكر الذكريات الحسنة وعشان تنهض الهمم وعشان الذكريات دي تكون زخرين اللي احنا هنمشي به وكمان نعمله بشكل واضح ولازم كمان الحاجة الرابعة نصنع ذكريات حسنة ولو بكلمة حلوة ولو بيه شيء لطيف يقول الإنسان ويختم الحوار مع زوجته أو تختم الحوار انت متعرفش انت القعدة معاك بتردلي حياتي بترد علي روحي الكلام ده بيعمل ذكرة لطيفة في وقت الحوار ده وكمان احنا محتاجين احنا وبنعمل الحوار كمان يبقى بين النشاط مشترك الحاجات الخامسة اللي انا قلتها دي أظن لو احنا عملناها هتقضى على الخرس الزواجي وعتعيد العافية إلى الاتصال الزواجي وعتخلي الأمراض دي كلها نتجنبها فهي أدوية تذهب أدواء الاتصال الزواجي يا رب يعاننا دائما في محل مددك فأنت الشافي ايش في حوارنا واش في اتصالنا واش في بيوتنا من هذه الأوباء ومن هذه الفيروسات ومن هذا الأذى الذي يوجع القلوب ويدميها ويجعل القلوب والبيوت في حاجة إلى أن ترفع أيديها لك يا مولانا بأن تمن علينا بالرضى وأن تجعل حوارنا حوار أهل الرضى وأهل المحبة وأهل الجمال يا كريم يا لطيف يا رب العالمين يا رب العالمين شكرا